حربة منطقة منكوبة في ناحية الإسحاق بمحفظة صلاح الدين يعيش قاطنها على هامش الحياة حيث تنعدم تقريبا الخدمة والاحتياجات الأساسية هنا في حربة لا منازل تسكن ولا ماء يشرب ويسقي الأراضي العطشة ولا كهرباء تخفف قساوة ظلام المنطقة ولا مدارس تحارب الجهل وعود كثيرة رافقت المواسمة الانتخابية منذ عام 2003 وحتى اليوم أطلقها المرشحون للانتخابات وعدت بتحسين الكثير من الخدمات والظروف المعيشية لأهالي منطقة حربة لكن شيئا من هذه الوعود لم يتحقق حتى اليوم أي خدمات لنا ما متوفرة إيه من الاحتلال نقول إيه لحد هذه الساعة يجون بكتل انتخابات المسؤولين يسوون سهد ومهد يابا راح نسوي لكم طريق تبليط يابا راح نجيب لكم مستوصف نسوي لكم يابا راح نسوي لكم تبليط وكله بتشذب بتشذب وإحنا نقوله والسؤال باسم باسم كل مناطقنا مثل اسحاقي وفي منطقة حربة خصوصا أي مسؤول ما نريد يطبنه هو مجرم لأن كل مواعدهم كذب بكذب العامة هاي عشرين سنة احنا نعاني خدمات صفر عدنا لا ماء لا كهرباء لا مدارس لا أي شيء يعني نترجى من المحافظة ومن المسؤولين انه يلتفتون علينا ولو التفات بسيطة ناس تدفل فقر عدنا احنا تتجاوزت ما يمزميه ناس تعبانا وحنا ناس قريبين على الشارع العم برد الموصل يعني أي مسؤول يقدر بسيط يتوصلوا إينا يشوفنا ماكو عشرين سنة ما شفنا واحد غير وقت الانتخابات يجيك يقولك شو سريد أنا بين ديانك وأنا انتخابات ما نشوف أحد لا خدمات واقعة خدمات ماكو عمل ماكو بس يجيك يقولك أنا عندك وشار ما عندك وكل شي ماكو أهالي حربة صابرون على البلوى التي يعيشون تفاصيلها منذ سنين طويلة وبالرغم من فقدانهم الأمل بانتشالهم من مستنقع احتياجاتهم يأملون تأهيل الجانب التعليمي في منطقتهم لمحاربة ظروف تجهيل أبنائهم عسى يخفف ذلك بعضا من أوجاعهم الله يشهد عليك المدارس يروحون يحتي اطردوهم أجيش أجيجوهم أجيش المدرسة الله وكيدك ما أقول لا مدارس لا مدارس ولا كل شي قضاء عمرنا يعني مذلة نطالب والله الحكومة المحلية يلتفتون علينا ويشوفون واقع هذه المدرسة حاليا اللي لازم يأهلونها كبنائة كالتفتون للمحاضرين يعينونهم يعني مدرسة بهيش حال سنة 2020 يعني ما أعتقد أكون هيش وضع بالعراق اللي هو أغنى بلد بالعالم يعني نفط وما شاء الله ثروات يعني مدرسة هيش وضع بلد لم تشفع له سمعته النفطية ولا ثرواته الأخرى أمام الفساد الذي تفاقم في جميع منفاصل حياته حتى باتت الكثير من بلداته كمنطقة حربة أيقونات للتراجع والفشل في كل شي اشتركوا في القناة